بناسبة حلول شهر رمضان المبارك نهاني شعبنا بهذه المناسبة الكريمة وإن شاء الله نصل الله تعالى أن يجعل شهر الخير والبركة والأمان والاستقرار لكل العراقيين عامة ولأهلنا في مدينة الموصل خاصة كما تعلمون الجيش هو صاحب المبادرات الخدمية والأمنية لاحظتوا قبل موصل الخامس برعاية سيد الرئيس الوري وكذلك بحضور سيد نائب قائد عملات المشتركة وسيد قائد عملات نينوة وكذلك نحن بالنسبة للجيش مستمرين بالعملات الاستباقية لكي لا ننطي مجال أو فرصة لأي عنصر مسيح ليريد الإساءة لأهلنا في مدينة الموصل وكذلك تم نفتاح قطعات فرقة 20 في ساحل الغربي لمدينة الموصل تم تأمين الجهة الغربية لمدينة الموصل حسب هاي الانفتاح الجديد مسكنا قاطع البعاج والأمن وكذلك وكذلك الخطل صد التي كانت بالفاصلة مع قيادة عملات الجزيرة وإن شاء الله نوم من أهلنا في مدينة الموصل ومنطمنهم بأنه لا يوجد تواجد لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل وكذلك لا يستطيعون أن ينفذون أي عملية أو إساءة لأهلنا في مدينة الموصل فرقة 20 تم تأمين جسر الرابع من قبل فوج المغاور فرقتنا من ساحل الأيمن وساحل الأيصر وكذلك تنظيم السير في هذا الجسر وباقي الجسر هم اللي بدينا تواجد وكذلك جد الهندسي مالتنا مستمرة لإدامة وتعزيز الجسر لمدينة الموصل ندعو أهلنا في مدينة الموصل التعاون المستمر وكذلك تزدنا بأي معلومات لأي عنصر مسيح داخل مدينة الموصل ونحن إن شاء الله نتمنهم بأنه لا يوجد أي نشاط أو أي فعالي لتنظيم داعش الإرهايب في مدينة الموصل ترجمة نانسي قنقر